بغية تقليل الخسائر وتفاديا لنشوب أي حريق قد يكرر سيناريو ما تعرضت له المحاصيل الزراعية الموسم الماضي هنا في كاركوك تتخذ فرق الدفاع المدني جملة من الإجراءات والإرشادات منعا لتكرار الحرائق وأملا بنجاح موسم حصاد محصولي الحنطة والشعير بشكل مؤكد من خلال اللجنة العليا للحصاد والتسويق ولجنة مكافحة الحرائق السيد محافظ كاركوك المحترم يتابع بدقة كاملة وبتواصل مع الوزارات الاتحادية ذات الاختصاص ومع التشكيلات الأمنية قيادة المقر المتقدم الدفاع المدني الشرطة دائرة الزراعة الموارد المائية تجارة الحبوب الدوائر الخدمية الأساس تكاتف العمل بروح الفريق الواحد بما يحقق النجاح لكاركوك أهمية لذلك الإدارة تحرص على نجاح الموسم الزراع إزالة الحشائش من الطرقات لتكون مساحة فاصلة وإجراء الصيانة الدورية للحاصدات والجرارات أبرز وصايا الدفاع المدني يضاف لها ما يتعلق بإجراءات السلام والاتصال الفوري بالأرقام المخصصة سلفا قلة الأمطار وما يقابلها من ارتفاع الأسعار العالمية أثرت سلبا على المزارعين شحة في المحصول ووفرة في المساحات المزروعة تركوك تعد المتميزة على مستوى العراق في إنتاج محصول الحنطة وهي المتميزة أيضا في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية كالذرة الصفراء والتي خصصت أيضا لكركوك بشكل مميز على مستوى العراق مساحة 100 ألف دونم ضمن خطة الزراعية نأمل خيرا هناك تعاون تكاتف تواصل دائم لضمان نجاح موسم التسويق وتأمين المساحات في استقبال الفلاحين والمزارعين والمسوقين لمحاصيلهم الحنطة في محافظة كركوك سلسلة حرائق التهمت آلاف الدونمات شهدتها مناطق مختلفة من البلاد خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة تباينت الآراء بشأنها بين مفتعلة وعرضية أما اليوم يترقب المزارعون بحذر ما ستأول إليه عمليات الحصاد والتسويق لموسم قد يكون نقطة تحول للواقع الزراعي برمته من كركوك عبدالله العامري قناة الفلوجة